اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعزاء المشاهدين أهلا ومرحبا بكم نتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهية في السادس والعشرين من ديسمبر من عام 2019 أهدى المؤرخ التونسي الدكتور إبراهيم شابوح المكتب الوطني في تونس وثيقة نادرة تعود إلى القرن التاسع عشر وهي عبارة عن عقد الزواج قيرواني مكتوب على جلد الحيوانات مؤرخ بأوائل شهر أبريل من عام 1832 وطرف الزواج هما التاج محمد بن قاسم العلاني وفتاة تدعى حليم عطاء الله وأهم ما جاء في هذه الوثيقة هي أنها تمنع تعدد الزوجات وهو ما كان يسميه المؤرخون بالصداق القيرواني الذي وضعت شرطه للمرة الأولى فتاة تدعى أروى القيروانية فما هي قصتها عزيزي المشاهد ضع إعجابا بالفيديو فذلك يساعدنا كثيرا شكرا جزيلا لك أروى القيروانية كيف بدأت الحكاية في بداية حركه السياسي ضد الأمويين هرب أبو جعفر المنصور إلى مدينة القيروان وذلك بعد أن لاحقه جنود بني أمية إذ نزل سرا عند رجلا يدعى منصور بن يزيد الحميري كان قد أتى من اليمن منذ سنوات طويلة ليستقر في القيروان يقول المؤرخ التونسي حسن حسني عبد الوهاب في كتابه شهيريات التونسيات ولما كبر أبو جعفر المنصور وترعرع اقتفى خطأ أخويه الكبيرين إبراهيم المعروف بالإمام وأبي العباس الذي اشتهر فيما بعد بالسفاح فجرى مجرهما في دعوة استحقاق الخلافة فأذكت الدولة الأموية العيون عليه وأوعزت إلى العمال والأعوان أن يتبعوه وأن يتعرفوا ما يكونوا منه وأن يقبدوا عليه إذا لزم الأمر فكان هو وأهل بيته يختفون ما استطاعوا وفي أوائل العقد الثالث من القرن الثاني للهجرة قصد أبو جعفر المنصور إفريقية لما بينه وبينها من رحم ورغبة في التماس النجاة من طلب بني أمية له حيث حل ضيفا عزيزا على منصور بن يزيد الحميري أحد كبر التجار بمدينة القيروان وكان للحميري ابنة فائقة الذكاء والجمال تدعى أروى وهي الفتاة التي انبهر أبو جعفر بجمالها وطلب يدها من أبيها ليتزوجها وفقت أروى على طلب الزواج ولكنها وضعت شرطا كان له أثرا بعيدا للغاية شرطها كان أن لا يتزوج عليها أبو جعفر المنصور أبدا وأن لا يتخذ الجوار معها وإلا ففي هذه الحالة يمكنها أن يكون طلقها بيدها على عادة أهل القيروان وفق أبو جعفر على الشرط ولكنه لم يكن يعلم أن حال الدنيا سينقلب رأسا على عقب وصيصبح بعد عشر سنوات من الزواج خليفة في بلاط مليء بالجواري من هي أروى القيروانية؟ ولدت أروى الحميري في اليمن قبل أن تنتقل مع والدها إلى القيروان خلال عام 709 كان والدها من أغنياء التجار وحرص على تدليلها في الصغر وحين كبرت اهتمت أروى كثيرا بالقراءة وتحصيل العلم وساعدها على ذلك وجود الكثير من المكتبات في القيروان فبالعودة إلى الصياق التاريخي والاجتماعي لذلك الوقت نجد أن مدينة القيروان شهدت ازدهارا معرفيا كبيرا في الحقبة الممتدة بين القرنين الثاني والرابع للهجرة حين ذاك كانت مكتبة القيروان ومساجدها وبيوتها عامرة بكتب الفقهاء والمترجمين والفلاسفة والرياضيين أبو جعفر المنصور خليفة للمسلمين عاد أبو جعفر المنصور متخفيا إلى مدينة الكوفة برفقة زوجته أروى حتى ظفرت الدولة العباسية بمناصرة أبي مسلم الخرساني حينها سقطت الدولة الأموية وآلت الخلافة عام سبعمائة وتسعة واربعين إلى عبد الله السفاح الأخ الأكبر لأبي جعفر فلما مات أسندت إليه الخلافة في عام سبعمائة وثلاثة وخمسين وفور توليه الخلافة بنى المنصور مدينة بغداد التي كان يطلق عليها في البداية اسم مدينة المنصور كما بان لنفسه أيضا قصرا كبيرا سمه قصر الخلد وأسكن فيه زوجته أروى بعد أن رسخ أبو جعفر المنصور أركان دولته حاول بكل الطرق التملص من شرط زواجه من أروى لاتخاذ الجواري ولكنه فشل في كل مرة وهو الأمر الذي أغضبه بشدة والآن دعونا نرجع بالتاريخ لنارى سبب غضب المنصور من أروى في نهاية العصر الأموي وبداية عصر الدولة العباسية توالت الفتوحات الإسلامية والتسعت رقعتها وهو الأمر الذي ترتب عليه كثرة الاسترقاق من الأمم المفتوحة وفي العصر العباسي لم يقتصر دور الجواري على المتعة والهبة إذ ذعبنا دورا كبيرا في حياة الخلفاء وفي الحياة الاجتماعية للمجتمع العباسي وكان الوجود الجواري في بيوت الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدولة آثارا لا تنسى فمنهن من أصبحنا زوجات الخلفاء وأمهات لأولادهم فمن أصل 37 خليفة عباسي لا نجد سوى ثلاثة خلفاء عباسيين فقط من أمهات عربيات وهم أبو عباسي السفاح والمهدي بن منصور بن أروى القيروانية ومحمد الأمين بن هارون الرشيد وفي ذلك الوقت كان أكثر الجواري يمتلكن صنعة مثل الشعر والأدب والغناء والعزف والرقص محاولات أبو جعفر المنصور التخلص من شرط الصداق القيرواني في كتابه المحاسن والأضاد يقول أبو عثمان القاحذ إن المنصور ظل عشر سنوات في سلطانه يكتب إلى الفقهة والفقه في الحجاز والشام وبذل كل جهده حتى يفتيه أحدهم بالزواج من أخرى أو حتى اتخاذ الجواري ولكن أروى كانت له بالمرصاد إذ كانت دائما ما تسبق زوجها بقطوة وترسل المال إلى العلماء والشيوخ لمنع المنصور من الزواج بأخرى والحفاظ على عهده الأول معها وظل المنصور يبعث للمشيخ من أجل طلب الفتوى حتى ماتت أروى فعليم بوفاتها وهو في مدينة حلوان قرب إيران الحالية وبعد وفاتها اتخذ المنصور لنفسه مئة جارية بكر ورغم أن الفقه الإسلامي لم يفرق بين الرجل والمرأة في مسألة الوقف باتباره بابا من أبواب الخير فأن التاريخ يخبرنا أن أوقاف النساء في العصر الأموي والعباسي كانت قليلة للغاية نذكر منها وقف فاطمة الفهرية التي بانت جامع القرويين واختها مريم الفهرية التي بانت جامع الأندلس في مدينة فهس ووقف بهاء بانتباه الثاني التي بانت المسجد الجامعة في قرطبة ويخبرنا التاريخ أيضا عن وقف مختلف في نوعيته قليلا ففي الوقت الذي جار فيه العرف المجتمعي بالدولة العباسية على أن الأولاد فقط هم من يحظون بالأموال والثروة أسست أروى القيروانية وقفا مختلفا فبعد أن أهدها المنصور ضيعة الرحبة قررت أن تهبها قبل موتها للمولودات الإنث فقط دون الذكور فهي وقف عليهن مجتمعات عربية أخرى اعتمدت أصداق القيرواني لمرأة سابقة ولا لاحقة وإلا فأمرها بيدها حتى هذه الأيام تتبع الكثير من العائلات المريتانية صداق بلا تشنقيط وهو الذي يمنع الزوج من اتخاذ زوجة ثانية إذ ينص الصداق الشنقطي على طاعة الزوج المذكور لزوجه المذكورة تضمنا لمصرتها واستجلابا لمودتها ولا يتصر ولا يتخذ أم ولد فإن فعل ذلك أو شيئا منه بغير إذنها ودون رضاها فهي طالق وأشهد على نفسه بذلك وفي كتابه حقوق المرأة في البردية العربية في ضوء الكتاب والسنة يذكر المؤرخ جاسر بن خليل أبو صفية أن موريتانيا تأثرت بفكرة الصداق القيرواني وليست هي فقط فحتى الصداق الأندلسي ضم قواعد مشابهة فالمرأة يحق لها أن تطلق نفسها إذا تزوج بأخرى أو أساء معاملتها أو منعها من زيارة أهلها أو غاب عنها لفترة طويلة إلا في أداء فريضة الحج يا من ليس له رب يدعى ويا من ليس فوقه خالق يخشى ويا من ليس له وزير يؤتى ولا حاجب يرشى يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا تكرمه وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة الكبر وعذاب الكبر وشر فتنة الغناء وشر فتنة الفقر اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما يهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما مقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرك والمغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أصلح لي ديني الذي هو عسمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم إني أسألك الهدى والطقاء والعفاف والغناء اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم اجمع شمل المسلمين ووحد كلمتهم اللهم وحد راية الإسلام ورد كيد الكافرين اللهم كن عونا لكل من قال لا إله إلا الله اللهم آمين عزيزي المشاهد تم اللقاء وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود ولا تبخل علينا بالدعاء ولكي تعم الفائدة قم بالإعجاب والمشاركة حتى نصل إلى جميع الأصدقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وكن بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة